ورجعنا لكم من جديد طبعا فيه كثير من المهن اللي عندنا تعتبر من المهن الغير متداولة كثيرا بين السعوديات بالرغم انه حقيقي الاستثمار فيها ممكن يكون فرصة رائعة وخاصة اذا توفر عندنا التدريب الجيد وهيئنا سوق العمل ومن هذه المهن طبعا اللي هي التطريز والخياطة صحيح ايمان عندنا اليوم تجربة ناشحة ومميزة لمركز نسمة للخياطة والتطريز وعندنا كمان مديرة ناشحة تقود هذا العمل ورح نتناقش في هذا اللقاء حول مهنة الخياطة وهي استاذة رنة زعمية أهلا وسهلا فيك في سيدتي أهلا وسهلا فيك يا أهلا فيك خلينا في البداية نتكلم رنة ايش اللي يجددكم لهذا النوع من الأعمال بداية في الـ 2009 بدأت نسمة للتطريز على أساس أنه المهنة مناسبة للسيدات من ذوي الإعاقة السمعية بحيث أنهم ما بنزعجوا بصوت المكاين وأنه كان ممكن استثمار وتوليد وظائف لهذه الفئة في هذه الصناعة وفعلا تم إنشاء المشروع من شركة نسمة القابضة كمشروع غير ربحي وأنشئ المشروع وانتسبت له لك عديد من السيدات السعوديات لاحقا كبر المشروع وصار هدفه يشمل أكثر من مجرد مساعدة لفئة معينة أو أنه توفير احتياجات لفئة معينة فأصبح يشمل حتى سيدات الوسط المحلي من السعوديات اللي يرغبنا فعلا في امتهان الخياطة والتطريز جميل جدا طب حكينا أكثر أستاذ لنا إيش هو تقييمك لتجربة المرأة السعودية في هذا المجال صار فيه انفتاح أكثر صار عادي عندهم أنه يطرزوا ويخيطوا يعني صار فيه وعي أكثر حكينا أكثر بضبط الكليات والمعاهد بالذات الكليات التقنية جامعة عبدالعزيز الجميع لديهم في كل مكان بتلاقي فيه تخصص أساسي يضم الخياطة والتطريز ومهارات أخرى طبعا لكن تظل الخياطة هي الأساسي المهارة الأساسية اللي يحتاجوها السيدات اللي ترغب بتدخل تخصص اقتصاد منزلي لكن قبال السعوديات على الخياطة لأنه نحن في زمن يهتم بالشكل والمظهر والفاشن والموضة والأزياء بعد كده بتبدأ الموظفة بتتدرب في التدريب المهني على خطوط الإنتاج صح ما بيكون التدريب كافي إنها تطبقه في أرض الواقع على أرض الوظيفة أو العمل لكن هذا دور يجي الشركات أو الجهات الموظفة إنها تهيئهم بالطريقة اللي تخدم المنتج اللي يبغو يطلعه صحيح هذا العمل الرائع مشروع نسمة للخياطة والتطريز هو مشروع غير ربحي في خلاص هل فعلا حققتوا الأهداف التوطين من خلال هذا المشروع؟ طبعا المشروع خلاص هي امتداد لرؤية المركز طبعا نحن بدأنا في جدة والرؤية كانت مصنع في كل قرية وكانت الرؤية فيها طموح ومحبة إنه نحن من جد نخدم ونوجد وظائف في أماكن ما بقول حتى تفتقد للوظائف تكاد تكون ما فيها أصلا وظائف فاتحنا مشروع نسمة للتطريز في خلاص مع جمعية البر هناك وحقيقي لقاينا إقبال مرة كبير طبعا نحن قمنا بالتدريب وقامت نسمة بتأهيل الموظفات وتدريبهم تثقيفهم حتى مو بس يجيدوا التطريز كمان يجيدوا وجودهم في المكان كموظفات ويمثلوا الشركة بشكل جيد جميل جدا طب حكينا أكثر عن المنتجات اللي بتقدموها في شركة نسمة وكم عدد السيدات اللي بيرأسوا هذا العمل طبعا سيدات على رأس العمل الآن بوجود أكثر من مركز قرابة التسعين موظفة جميل لكن بنهاية 2018 ممكن يوصلوا قرابة المائة وخمسين طبعا كلهم سيدات سعوديات وفي نفس الوقت سيدات من الوسط المحلي ويشمل فئة كبيرة منهم سيدات سعوديات من ذوات الإعاق حلو طيب رانا ايش هي القيمة والفائدة اللي تحاولون انكم توصلوا لها من خلال هذا المشروع الغير ربحي يعني ايش ممكن يفيد الوطن والمجتمع طبعا يعني مشاريع الغير ربحية يعني الناس بتنظر لها انه انتو بتوظفوا سيدات وانكم انتو بتنتجوا انتاج محلي يغطي الطلبة المحلي ويمكن هذا يجاوب على سؤال إيمان انه احنا ايش بننتج طبعا احنا بندرب موظفاتنا على انتاج الزية الموحد عشان نغطي احتياج الشركات كهدف أساسي لكن احنا كمان بننتج الهدايا الدعائية والغفت آيتم اللي بيحتاجوها الشركات هاند ميت وصار ذا حين بالنسبة لهم الصناعة اليدوية زي في كل مكان أغلى من الجاهزة لما بيجيك الكوب جاهز بتسوي شي هاند ميت بالنسبة لسؤالك أسرار على انه بايش يخدم الوطن هي فيه أنا بالنسبة لي كإدارة للمشروع كنسمة للتطريس هو بيخدم فيه خمسة أوجه الوجه الأول انك انت بتدرب وبتهيئ الموظفة أو الفرد في هذا المجتمع هي بتتهيئ وبتدرب عندك لكن هي بتخرج من عندك حقيقي قيادية وبتقدر تبدأ شغل في مكان تاني حلو جميل أو حتى في شغل عملها الخاص وحتى في يعني الأحوال الاقتصادية الحالية أهم فرد أو أكتر فرد ربحان اللي في يجده حرفة حالو لأنه يقدر ينتج حتى من بيته بالنسبة للفائدة التانية للمشروع إحنا حقيقي بنوفر بيئات صديقة لذوي الإحتياجات أو ذوي الإعاقة وكمان بنوفر بيئة وناسبة للسيدات بوجود حضانة لأطفالهم بوجود الكيترينج ووجبة الغداء بتوصلها لعندها على أحسن مستوى حقيقي البيئة سهلوا لهم كل شيء ما شاء الله البيئة شيء مره مهم إنهم هم يستقروا في بيئة العمل الوجه التالت للإفادة إنه إنتي بتنتجي منتجات بتحاولي قدر الإمكان بتكون جودتها لو إنتي شفتيها أو اشتريتيها تقدر إنها تغني عميلك إنه يتجه يشتري من الخارج صحيح إذا اكتمل التدريب والتأهيل الشيء الرابع إنه يحتاج مشروع غير ربحي للإدارة إنه ما بس يستنفذ وجود وجود المال اللي بيزود هذا المشروع أنت لازم تستنفذيه في أشياء نتائجها واضحة صحيح على الموظفات وعلى المكان وعلى الإنتاج والناس تعطيكي هذا الفيدباك يعني أنت ما تقدر يتحكمي أنا نفسي صحيح انتشار المشروع ورغبة الناس في أنها تفتح فروع أكبر وجود رغبة من الموظفات حتى اللي بتخرج عندك من موظف جدة موظفة في جدة مثلاً بتتزوج بتروح المنطقة الشرقية تسمع أنه فرع هناك فتح بتقولي أنا أبغى أجيكي معناتها أنها هي كانت مبسوطة وحابة أنها ولم كانت راحت كمان في المنطقة الأخرى مظبوط هذا يعطي الإدارة إصرار أنه أنت ماشية صح وأنه مهما كانت العقبات هي في عقبات كتير قدام المشاريع هذه لغير ربحية لكن أنت بتعرف نفسك أنك في الطريقة الصحيح صحيح طيب أستاذر أنا أعرف منك أكيد في ربط بين رؤية 2030 مع المشاريع اللي بتقدموها حكينا عن الربط اللي بينهم طبعاً في رابط مرة قوي وسؤالك مرة جميل يا أسرار يا إيمان الرابط بين رؤية 2030 والمشروع زي مشروع نسمى للتطريز أو المشاريع الغير ربحية عموماً اللي بتهدف للإنتاج وتوفير الجودة في الإنتاج وتوفير الوظائف الرؤية بتقولك أنه من مشاريعها التحول الوطني التحول الوطني يهدف إلى توليد الوظائف وهذا اللي بتسوي نسمى للتطريز إحنا بنروح في الأماكن سوى الخلاص أماكن ما فيها وظائف أو تكون معدومة هي مضطرة تكون ممرضة أو معلمة أنت بتولدي وظائف بتخليق وظائف هذا المركز صح بيضم خياطات بس بيضم إداريات بيضم مصممات فهو بيولد أكثر من وظيفة طب من هي الجهة الفعالة اللي ممكن تساعد نسمى شركة نسمى في إنجاحها طبعاً نحن عندنا شركاء نجاح كثيرين الكليات التقنية لها دور مرة كبير وأنا أشكر كليات التقنية بجدة حقيقي الكليات التقنية تهتم إذا كانت تهتم بمخرجاتها إذا كانت تهتم بأساليب التطوير المتخرجة من عندهم عشان تواكب وتلائم لبيئة العمل بعد تخرجها وتقدر تعطي لهم دور والجهات الحكومية التانية طبعاً الجامعات والكليات لأنه كلهم يشملوا اقتصاد منزل وخياط صحح لكن رانا لو سألتك إش هي الوظيفة المحلية اللي للحين يبي لها تطوير عشان يشتغلون فيها السيدات السعوديات التسويق عندنا مسويقات جداً شاطرين يمكن شاطرين في العروض في البرزنتيشن في التقديم لكن أنا إلى الآن أعتقد أنه أي مسوّق أو مسوّقة لازم يعرفوا نفس صميم العمل اللي قاعدين يصممون يعني أنا أجيب مسوّقة أشغلها في التطريز أو أشغلها في العقار هي لازم تمضي وقت في نفس الأوبريشن في نفس المكان تفهم أي سؤال يوجه العميل لو حس أن هي ما هي عارفة تجاوبه أو سألها سؤال أو أعطاها سعر هي ما هي عارفة تفسر من فين جابته هذا مرة بيضعف المنشأة اللي هي بتمثلها لأنه مواجهة المكان دراسة التسويق عندنا في كل الجامعات حتى في جامعات الخاصة مرة عامة وهذا ما ألومة تجي دور الشركة لما توظف المسوّقة أو المسوّقة لازم تدريجهم في المكان قبل أن تطلعهم للناس صحيح صحيح طب سادة رانا أنت على رأس هذا العمل إيش نظرتك للمستقبل كيف تتوقع أن نحن ممكن نستغل بنات هذا اليوم في القطاع الخاص ونقدر نحطهم في المكان الصحيح أنا أتمنى أنه بعد ما يصير عندنا الخياطات وفنيات التطريز الكافيات لإنتاج إنتاج ويغطي الشركات ويغطي الطلبة المحلية إننا نقدر نبتكر حقيقي مسميات وظيفية جديدة غير المسوقات غير المصمّمات تخدم هذه الصناعة يعني نحن إلى الآن ما عندنا ناس متخصصين في جودة المنتج ولا عندنا ناس توقف على الكواليتي كونترول إحنا لازم يعني أنت لازم تجي بأخصائي أجنبي أو متخصصة أجنبية أو تكتفي بالناس اللي عندك ويكونوا عندهم هي مهارة التدقيق هذه لو صار التخصص مرة حتخدم كمان ناس متخصصين في عرض المنتجات إنت لما تيجي ترصي الشوروم كل مرة حتجي بي شركة طب إنت تقدر توظف وموظفة هي حتكون شغلتها إنها تعرض منتجاتك فحقيقي في وظائف كتير من وراء شغل الخياطة والتطريز ممكن إنها تبتكر حلو حلو طيب رانا يعني بحكم خبرتك في هذا المجال واللي أنت لك ما شاء الله فترة طويلة في هذا المجال كيف ممكن تقيمي البنات اليوم عندنا هل هم وصلوا للمستوى المطلوب ولا باقي يبيلهم لسه إمكانيات زيادة طبعا الكلام ما يشمل جميع ما تقدر تشمل الجميع لكن في موظفات وصلوا لدرجة من الخياطة إنها هي تقدر تسوي قطعة كاملة بنفسها بعد ما كانت ممكن ما تعرف تسوي شيء وحقيقي هذا إصرار من نفس الشخص على إنه ينجح ويكمل فعلا وهذا بيكون في فترة طويلة ولا قصيرة برضو بيعتمد على نفس الموظفة وهنا دور الإدارة إذا حست إنها عندها تحفيز وقدرة على الأطاع إنها تحطها في الصفوف المتقدمة عشان تزيد ثقتها بنفسها وتقدر تعمل أكثر فعلا جميل طب أستاذ رأنا بأعرف منك أكثر على هل أعمار السيدات اللي بيشتغلوا عندكم هل في سيدات كبار تحسي عندهم روح الخياطة والتطريز ومتحمسين أكثر على الشغل معكم بالضبط يعني أنا صح بنهد في توظيف خريجات الكليات التقنية والجامعات والمعاهد كخياطات وكمبتدئات لكن السيدات اللي بيجوني السيدات يعني في الأربعينات أو في نهاية الثلاثينات وبتكون عندها مهارة الخياطة أنا أصلا الخياطة اللي عندي مصنعية ليست خياطة المنزلية أو خياطة الفاشن أنا بحتاجها خطوط إنتاج وصناعة بس برضو لهم مكان لهم مكان في الفينيشينج محل التشطيب هم بيكونوا أكثر عناية بالقطعة النظيفة من القطعة اللي ما هي نظيفة إنت إذا دربت حتى دي السيدة بس هو أهم حاجة هي إذا كانت مناسبة للمكان وهذه طبعا بتجي بعد شهر أو شهرين من التجربة في المكان لأن للأسف السيدات في هذا السن بتكون قضت فترة طويلة في بيت أو فيه ممكن وظيفة حكومية ما تعودت فيها على التطوير والتوجيه في السلوح صحيح فهذا دور الشركة طيب لو تكلمنا شوي على إمكانية التدريب في مركز نسمة كيف بتكون؟ نحن حقيقة بندرب موظفاتنا التدريب بيكون على رأس العمل لأننا نحن نهتم بالإنتاج حتى الموظفات اللي عندكم أريد كمان بيتدربوا أيوة بيتدربوا على رأس الإنتاج بس إننا مع تقدم الصناعة يعني مثلا مو لازم التدريب هو إذا خلصوا تدريب خياطة حسيتي إنه التدريب يحتاج في التطريز نحن بنجيب الشركة اللي بتدينا السوفت وير حق التطريز إيش آخر هل إحنا النسخة اللي عندنا جديدة ولا مضى عليها سنتين نحن بنجيب أجد نسخة ممكن إذا فيه منها نسخة معربة بنسهل على الموظفات وبنجيبها وبندربهم عليها وما بحاول إنه بدرب مثلا بس التصميم على التصميم أنت بتحاولي بتجيبي عاملات فنيات التطريز وعاملات المكائم كمان يتدربوا على المهنة وهي لو كانت على علم بالقسم الثاني إيش بيشتغل هي حتسهل شغلهم بتاحد صح جميل جدا طب أستاذ رأينا من الأشياء اللي لفتتني في بداية حديث أنا ذكرتي أنه أنت بدأتوا للصم يعني كان بداية شركة نسمة مع الصم ولازلنا لازلنا الأولوية في جميع المراكز التوظيف لذوي العاقة فعندكم دوي العاقة طب حكينا أكثر عنهم نحن نعرف أكثر كيف تأديتهم وكيف انتاجهم وكيف بتتعاملوا معهم طبعا ناس ما لها تجربة مع توظيف ذوي العاقة من الألفين وتسعة حقيقي ومرت بصعوبات ولقينا أنه ما في استقرار وظيفي عندهم في البداية يمكن كان ما في خبرة كفاية أنه ندمج أنه نتعامل معهم بصرامة أنه أنتوا زيكم زي الموظفة العايدية لأنه حقيقي في البدايات كان بيستغل ذوي الشخص ذوي الإعاقة إعاقته في أنه يكون يطالب بحقوق لكن لا يعطي إنتاج وكلنا كانت نظرتنا نظرة عطف لهم لكن مع تقدم العلم والدراية وكوننا عضو ذهبي في قادرون شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة شركاء وزارة العمل أخذنا من الخبرة أكثر تعلمنا منهم أكثر أخذنا دورات تثقيفية حتى مجرد ما يتقدم منهم طالب العمل كيف بتعملي له إنترفيو كيف بتحددي فين ممكن تحطيه وهنا مرة مهم دور الإدارة في أي مشروع ربحي وبدي الطريقة متنوع أنك توظفي سيدات وأنك توظفي ذوي إعاقة أنك من يوم يدخل الشخص أنت عارفة فين ستحطيه وإيش مسيرته القدام حقيقي مرة مهم لأن الأشخاص من ذوي الإعاقة ليس لديهم إعاقة حقيقي المجتمع هو اللي بيحط الإعاقات أمامهم هم مرة عندهم ثقة بنفسهم واعتزاز ويقدر ينتجوا وهم في خطوط الإنتاج الأكثر تركيز لأنه ما بيشتتهم أصوات أو غيره وأنا عندي الحمد لله قصص نجاح في المركز من أفضل الموظفات حلو حلو هذا اللي أنا أعرف منك يعني قصص النجاح اللي شفتيها أو التجارب الناشحة اللي شفتيها حتى لو مو في جدة مثلا أنت ذكرتي من شوين وكان فيه في خلص وفيه في الدمام فإيش التجارب الناشحة اللي شفتيها يعني الدمام دوب وناشئ لكن بالنسبة في جدة في عندي سيدات من الصم جوة انتسبوا للمركز على أساس أنهم عندهم إعاقة سمعية وكمان يعيبهم إعاقة بصرية لكن هذا ما خلاهم يتوقفوا مع التدريب المستمر وصلوا لمهارات لدرجة سارب البعض منهم مدربات في لفل تحت مدير وقيد عالي في الشركة لكن وتظل هذه الموظفة يمكن حتى دخلها أو دخل غيرها من الموظفات عندي من السيدات حتى من اللي هم سليمات وليس لديهم إعاقة هم يعتبروا الدخلة الأكبر في البيت يعني بتلاقيها دخلها أكبر أكثر من أخوها الجامعي جميل جدا الأستاذة رنى زومعي سررنا اليوم باستضافتك ويعني حقيقي نتمنى لكم كل التوفيق أنت وكل البنات اللي بيسعوا لخدمة الوطن في هذه الأشياء صراحة يرطيك ألف عفية مشاهدين خلونا نطلع للفاصل قصير ونرجع لكم من بعد ونكمل بقية فقراتنا لهذا اليوم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر